عمال أستراليا، اتحدوا هل تعمل في شركة؟ يدفعون فقط لكل جيك أو لكل مهمة؟ يعينوك لكل مهمة من خلال أب؟ لا يدفعون لك أجل في حالات المرض أو زيادات العطلات الرسمية والعمل في نهاية الأسبوع أو مع عشات التقاعد والأجازات؟ إذا أجب نعم على أي من هذه الأسئلة فمن الممكن أنك قد تعمل في البيك ايكونامي مثلاً لأحد من هذه الشركات قد تكون أيضاً تحصل على راتب أقل من القيمة هنا ما تحتاج إلى معرفته في بعض الأحيان ستقول الشركات في البيك ايكونامي أنك عاماً مستقل وليس موظفاً حتى يتمكنوا من دفع راتب أقل من القيمة هذا النظام ليس عادلاً ولكن في الوقت الحاضر لدينا الفرصة لتغيير النظام إذا كنت موظفاً في البيك ايكونامي فهناك شيئاً يمكنك القيام بهم الآن أولاً نحتاج قصتك للمساهمة في البيكتوريان جورمنت انكواري في البيك ايكونامي إذا قام عدد كافي من العمال بالوقوف ومشاركة قصتهم فسيكون لدينا أدلة قوية لتحسين أجور كل عمل اذهب للموقع على الشاشة وشارك تجربتك ثانياً تعرف على حقوقك في العمل إذا كنت مهاجر فيمكنك الحصول على النصائح من مركز العمال المهاجرين أو اتصل بالمركز ليواجهونك إلى النقابة العمالية التي يمكنها مساعدتك إذا كنت تريد تغيير النظام فقد حان الوقت الآن اذهب للموقع على الشاشة وشارك تجربتك الآن اشتركوا في القناة